فدت صحيفة واشنطن بوست أن البيت الأبيض يخطط لوضع خطة نهائية لوقف إطلاق النار في غزة كفرصة أخيرة للحكومة الإسرائيلية وحركة حماس وذكرت الصحيفة الأمريكية أن واشنطن تبحث مع القاهرة والدوحة الخطوط العريضة لاتفاق سيكون بمثابة عرض نهائي يقدم لحماس وإسرائيل خلال أسابيع ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن أن المناقشات جرت الأسبوع الماضي وركزت على الرهائن الذين سيتم تبادلهم مقابل سجناء فلسطينيين ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله إن فشل الجانبين في قبول العرض سيكون نهاية للوساطة الأمريكية مشيرة في السياق إلى أن المباحثات بشأن الخطة لوقف النار في غزة بدأت قبل أيام من انتشال جثث الرهائن الستة